دعونا نبدأ معكم ببيان وزارة الرأي المصرية فيما يتعلق بسد النهضة حيث أكدت الوزارة أنه بناء على مخرجات القمة الإفراقية المصاغرة والتي عقدت يوم الواحد والعشرين من يوليو الماضي عقد اليوم الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاثة برعية الاتحاد الإفراقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الإفراقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية الاجتماع كان مخصصاً في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة والذي عقد أمس بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي الرابع والخامس من أغسطس إلى أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرةً قام وزير المياه الإثيوبية بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات وفي هذا الشأن أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة وزراء المياه والذي خلص وتم التوصل به إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعاليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفراقية في الواحد والعشرين من يوليو المنصرم وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس الثالث من أغسطس الجاري